اشتركوا في القناة انه لا تظهر لديه العلامة الزرقاء اذا الحلية كالتالي نبحث عن مكان فارغ فيه على الهاتف نضغط تغطى مطولة ثم نذهب الى الاسفل نضغط فوق الايقونة وجد هكذا تظهر لنا ايقونة اخرى نضغط نبحث حتى نجد واتساب نضغط على واتساب ثم نضغط على هذه الايقونة المطولة وهنا تظهر حلة بسيطة وهنا تظهر الرسائل غير المقروعة مثلا انا عندي 280 رسالة غير مقروعة تظهر لك جميع الرسائل غير المقروعة حتى لو كانت الرسالة طويلة فانها تظهر جميعها اذا هذه هي الحلة الاولى وعندما تذهب الى الواتساب فان الطرف الاخر لا يعلم بانك قرأ قرأتها تقرأ الرسائل فقط من هذه الايقونة اذا هذه هي الحلة الاولى نمر الآن لأعرفكم على الحلة الثانية الحلة الثانية تتعلق بطريقة مثلا لديك شخص تتحدث معه لمدة طويلة كيفية التحدث مع هذا الشخص دون الدخول الى تطبيق الواتساب ضغطة قوية فوق اعيد ضغطة فوق الواتساب ضغطة مطولة فوق ايقونة الواتساب تظهر لديك مثلا الرسائل ثم تضغط الشخص الذي تريده ان تتحدث معه تضغط ضغطة مطولة ثم تسحب الى الشاشة ويظهر لك هذا الشخص الذي تريده ان تتحدث معه فكلما اردت ان ترسل له رسالة صوتية او رسالة كتابية تضغط عليه مباشرة دون الدخول الى تطبيق الواتساب ثم ترسل له الرسالة المرغوبة اذا هذه هي الحلة الثانية الحلة الثالثة اذا الحلة الثالثة كما قلنا العديد يريد ان يرسل رسالة صوتية ولكن يريد الاطلاع عليها قبل ارسالها اذا سوف اوضح لكم طريقة الاطلاع على الرسالة الصوتية قبل القيام بارسالها الى المرسل الي اولا نضغط لنسجل الرسالة بعد تسجيلنا للرسالة وقبل ارسالها نريد الاطلاع عليها اذا بعد انهاء تسجيل الرسالة نضغط على ثلاث نقاط بالاعلى نضغط على فون دي كرون ثم نضغط على الزر العودة الى الخف اذا الرسالة قد سجلت نستمع اليها اذا اعجبتنا هذه الرسالة نرسلها اذا لم تعجبنا نضغط على زر الارسال اذا لم تعجبنا ونريد اعادة تسجيلها من جديد نمسح هذه الرسالة من هنا اذا هذه هي الحيلة الثالثة نتمنى ان تعجبكم هذه الحيلة شكرا للمتابعة والعصغر جواب لا تشفر ايضا